الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 سيلندر هاش 6 انجكتور سيركيت حي ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2 على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع رمز الخطأ P0277 هو رمز عام مشترك لجميع الشركات المصنعة يشير إلى سحب التيار فوق المتوسط من حاقن الوقود الذي يخدم الأسطوانة رقم 6 حاقن أسطوانة المحرك هاش 6 يعمل بشكل سيء أو لا يعمل على الإطلاق بسبب مشكلة داخل الدائرة وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذا الرمز شائع لجميع المركبات إلا أن التكهن قد يختلف بين الشركات المصنعة على سبيل المثال ربما كانوا يواجهون مشاكل مع مجموعة من حاقنات الوقود أو أي عنصر معيب آخر داخل الدائرة يقتصر على مركباتهم الخاصة يتم معالجة هذا النوع من المشاكل بشكل أفضل في أقرب وقت ممكن لمنع تلف المكونات الداخلية الأخرى سيؤثر حاقن الوقود السيء على شمعة الإشعال ويسبب الانفجار ويؤثر على مستشعر الأكسوجين والمحول الحفاز والعديد من المكونات الأخرى أيضا اتصل بالإنترنت وادخل إلى نشارات الخدمات الفنية TSBS لسيارتك المحددة ابحث عن أي TSBS تتعلق باء P0277 وإجراءات الإصلاح المقترحة مخطط المقطع العرضي لحاقن وقود السيارات النموذجي مقدم من ويكيبيديان برولايفك الأعراض قد تشمل الأعراض المعروضة لرمز P0277 مايلي سيضيء ضوء مؤشر العطل وسيضبط الرمز P0277 المحرك سيعمل بشكل خشن في وضع الخمول سيعاني الاقتصاد في استهلاك الوقود سيكون هناك نقص في الطاقة يشير إلى ضعف التسارع الأسباب المحتملة لهذا DTC تشمل تسخير كهربائي خاطئ من PCM إلى الحاقن موصل كهربائي معيب على حاقن الوقود حاقن الوقود قصير داخليا مما يؤدي إلى سحب عالي الجهد حاقن الوقود المتسخ أو المتسخ إجراءات التشخيص والإصلاح لقد كانت تجربة على مر السنين أن المشكلة عادة ما تكون موصل حاقن الوقود المتآكل أو السائب أو حاقن الوقود المعيب يؤدي الموصل الفطفاض إلى مقاومة مفرطة وبالتالي يزيد من الجهد اللازم للتشغيل لا يمكن الوصول بسهولة إلى مجموعة الأسلاك الخاصة بوحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM ونادرا ما تترك دون عائق خلا حاقن الوقود من ناحية أخرى عرضة لمجموعة متنوعة من المشاكل المشكلة الأولى هي الوقود مع محتوى الإيثانول اللامائي مضافة الوقود هذه تقلل من استهلاك وقود قاعدة الزيت بخار الماء الناتج عن الإيثانول اللامائي إي عشر له تأثير ضار على حاقنات الوقود يعتمدون على الوقود للتشحيم يقلل بخار الماء من خصائص تقليل الاحتكاك للبنزين ويسبب التآكل المبكر للحاقن لا يؤيد صانع المحركات الصغار استخدام الوقود المستند إلى الإيثانول حيث إنهم يقللون بشكل كبير من عمر الخدمة للمحرك الصغير افحص الموصل الكهربائي على حاقن الوقود ابحث عن دبابيس منحنية أو مدفوعة قم بتثبيت بعض الشحوم العازلة وادفع الموصل الكهربائي على حاقن الوقود تأكد من أنها ضيقة ومن أن مشبكة تثبيت النابد المعدني في مكانه ضع مقبض مفك طويل على أذنك والطرف على حاقن الوقود يشير صوت النقر إلى حاقن يعمل لا يوجد صوت معاكس افصل حاقن الوقود باستخدام جهاز قياس المقاومة تحقق من المقاومة بين الشفارات الطرفية الذكرية سيحتوي الحاقن جيد على 0.5 إلى 2.0 أوم يشيرهم أكثر أو أقل إلى حاقن قصير داخلي إذا كانت المقاومة صحيحة ويمكن سماع حاقن التشغيل فإن الخطوة التالية هي محاولة تنظيف الحاقن إذا فشل التنظيف في استعادة الحاقن إلى معلمات التشغيل العادية فإن البديل الوحيد هو استبدال الحاقن قم بشراء مجموعة من منظفات الحاقن المباشر تتكون من علبة منظف وخرطوم حاقن اسحب فتيلة مضخة الوقود وابدأ تشغيل المحرك اسمح لها بالعمل حتى تتوقف قم بإزالة صمام شريدر من منفذ اختبار ضغط الوقود على سكة الوقود قم بتركيب الخرطوم على منفذ الاختبار اضغط على خط إرجاع الوقود مباشرة خلف منظم ضغط الوقود باستخدام مقابض ملزمة لإبرة الأنفي افتح زجاجة المنظف لزيادة الضغط في سكة الوقود شغل المحرك واتركه يعمل على زجاجة منظف حقن الوقود حتى يتوقف اوقف تشغيل المفتاح وازل خرطوم التنظيف من منفذ الاختبار قم بتثبيت صمام شريدر وإزالة قبضة الملزمة من خط العودة وتركيب فتيل مضخة الوقود استخدم ماسح رمز شائع لمحو رموز المتاعب شغل المحرك إذا عاد الرمز استبدل الحاقن ترجمة نانسي قنقر